انت في غضون مئة وتمانين يوم من تقديمك هتبقى قدرت يكون معاك اقامة دائمة ركز عشان الكلمة دي حلم بالنسبة لناس كتير انا عارف انك مهتم جدا بفرصة الهجرة دي عشان كده جايب لك النهاردة فرصة مميزة في مقاطعة منيتوبة هتساعدك انك تهاجر بأقل شروط ممكن تتخيلها لأي هجرة لكندا الميزة اللي في الفرصة بتاعت النهاردة ان هي فيها تنوع كبير جدا في الوظائف يعني هتلاقى وظائف كتيرة ما كنتش تتخيل ان لها فرصة ان هي تهاجر عن طريق البرنامج ده يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك عزيز المتابع يا رب تكون بخير مانيتوبة تعتبر من اهم المقاطعات الكندية مانيتوبة مقاطعة ليها 3 مصارات للهجرة مصار خاص بالتعليم ومصار خاص بمستثمرين الاعمال ومصار خاص بالعمالة كل ده غير المصار بتاع الهجرة الفيدرالية اللي هي الهجرة العشوائية اللي بيقولوا عليها اللي موجودة تقريبا في كل دول المهجر النهاردة هكلمك على نوع من انواع الهجرة الخاصة بالعمالة وهقول لك كل التفاصيل بتاعتها وهعلمك ازاي تقدر تعمل الاستمارة بتاعتك وازاي تقدر تقدم اوراقك صح كمان مطلوب منك ان انت تكون معاك سيفي قوي السيفي ده يكون متماشي مع متطلبات البحث في كندا وفي نفس الوقت يكون بيتخطى الاي اي 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 او بيتخطى بالبلد كده محركات البحث اللي بتدور على السيفيات اللي معمولة بطريقة غلط وتشيلها ودي بالمناسبة الخدمة احنا بنقدر نقدمها لك في القناة هنا طيب هل في شروط صعبة او في اي حاجة ممكن تكون مشكلة في طريقنا خلينا اقولك ان حتى لو في لقدر الله مشكلة هتلاقي حلها في الشرح ده صلي على الحبيب لايك شير وصدقني هيفوتك كتير اوه لو ما عملتش سبسكرابي القناة لان احنا الفترة الجاي هننزل شوية فرص مميزة اوي يلا بسرعة نشوف شرح فرصة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مش عايزين ننسى اخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان من صالح دعائنا ويا ريت تفتكرونا معاكم بدعوة طيبة من القلب انا بشكر كل واحد بيخش يكتب لنا تعليق ايجابي بيساعدنا على ان احنا ندور اكتر ويساعدنا على ان احنا نحاول نوصل للمعلومة بشكل اكبر وباكثر دقة خليني بقى ابدأ معاك احنا على الموقع الرسمي للخارجية الكندية بنتكلم كمان على صفحة بورفينجل نوميني بورفينجل نوميني اللي هي هجرة الاقاليم هننزل تحت كده هندوس على السهم ده هنختار مقاطعة مانيتوبا ونقوله continue هيدخلنا للصفحة الرسمية للهجرة لمانيتوبا الهجرة لمانيتوبا تعتبر ليها ثلاث مصارات خاصة من خلالها ممكن تهاجر وتصبح مقيم دائم البرنامج ده اسمه MPMP ده الاختصار بتاعه طيب ايه هي المصارات مصار التعليم الدولي ومصار برامج الهجرة الفيدرالية ومصار مستثمر الاعمال ومصار عامل ماهر اللي هو المصار الاول هندوس عليه يتعلم اكثر هيفتح لنا اللينك التاني ده مصار العمالة المهرة يعتمد برنامج العمالة المهرة على اساس محلي ويستند الى احتياجات اصحاب العمل في مانيتوبا نقوم باختيار العمال المدربين دوليا والذين يتمتعون بخبرة ولديهم المهارات اللازمة في سوق العمل المحلية ونرشحهم للحصول على الاقامة الدائمة الكندية للاستقرار والعمل في مانيتوبا طيب هو تحت ما اسملك العامل الماهر لشقين عامل ماهر داخل مانيتوبا اللي هو عايش جوة مانيتوبا وعامل ماهر من الخارج اللي هو او بيقدم من بره كندا او من بره مانيتوبا لوحدها يعني هندوس على عامل ماهر من الخارج دي يتعلم اكثر اوكي فتح لي لينكين الاليجابيلتي وقدم ازاي طيب الاليجابيلتي اللي هي معايير الاهلية وابلاي اللي هي هقدم ازاي طيب اترجم لك كلما تليني ما ترجمتش كده فكرني نغوزني قولي ترجم ايه الطرق اللي ممكن تخليني ادخل لمانيتوبا فيه تلات طرق تخليني ادخل مانيتوبا اول حاجة دعم افراد الاسرة او الاصدقاء لو يكون ليك صديق او حد من اسرتك يقدر يدعمك ويجيبك مانيتوبا تاني حاجة التعليم السابق او الخبرة العملية في المقاطعة تالت حاجة كجزء من مبادرة التوظيف الاستراتيجية ودي بتبقى دعوة للتقديم طيب تعالي نشوف بقى يا سيدي ايه هي الشروط والاحكام والاهلية تعالي نترجم مع بعض طيب احنا زي ما قلنا عايزين حاجة من الطرق او المسارات اللي تقدر تخليني نقش مانيتوبا اللي هي اثبات وجود اتصال قائم انا بمجرد ما هتجيلي دعوة للتقديم هيبقى ده اتصال قائم في حاجة اسمها دعم مانيتوبا تجربة مانيتوبا دعوة مانيتوبا احنا هنتكلم عن دعوة مانيتوبا عشان ما نطلق باش قالك بناء على خمس عوامل هتقدر تحصل على ستين نقطة ايه هي الخمس عوامل ديت العمر وخبرة العمل والتعليم والقدرة على التكيف واتقان اللغة طيب القدرة على التكيف ديت بتبقى موجودة في حالة ان انا اكون مانيتوبا يعني انا مش عايش جوا مانيتوبا مش طالب مش الحاجات دي كلها لو انا معايا بوينت من الحاجات ديت هيبقى القدرة على التكيف قريدي متوفر تمام احنا هننزل دلوقتي عن دعوة مانيتوبا بسم الله اوكي دعوة مانيتوبا يصدر برنامج ترشيح مقاطعة مانيتوبا بانتظام دعوات للتقدم للمرشحين المؤهلين الذين يتم تحددهم من خلال احدى مبادرات التوظيف الاستراتيجية لدينا في مانيتوبا والخارج يتم اصدار دعوة للتقدم وفقا لتقدير برنامج ترشيح مقاطعة مانيتوبا ولا يمكن المتخدمين واختيار الاهلية بانفسهم يعني لازم حضرتك يكون تم تقدير ان انت مؤهل طيب انت بيتم تقدير ان انت مؤهل ازاي عن طريق خمس عن طريق الخمس عوامل اللي احنا قلناهم فوق طيب كمان بيقولك لتقديم طلب لبرنامج ترشيح مانيتوبا من خلال دعوة اتصال يجب عليك تطبيق برنامج ترشيح مقاطعة مانيتوبا عبر الانترنت فقط وتحميل خطاب الدعوة الذي تلقيته مباشر من برنامج ترشيح المقاطعة يعني انت مش هتتعب ولا تتفرهض انت قاعد في بيتك مسك موبايلك او قاعد في بيتك قدام اللابتوب بتاعك او كمبيوتر بتاعك وبتقدمك فقدامك كل الطرق طيب ايه هي بقى المعايير بتاعة الاهلية اول معيار ان انا يكون عمري ما بين واحد وعشرين لخمسة واربعين عام تاني معيار ان انا لازم اثبت ان انا ما عنديش ارتباط قوي باي مقاطعة تانية يعني انا جاي مانيتوبا وما ليش علاقة باي مقاطعة تانية تالت معيار اثبت قابليتي للتوظيف والقدرة على التكيف المطلوبة تالت معيار اكون على الاقل كملت سنة واحدة من برامج التعليم او التدريب بعد المرحلة السنوية ومعايا بيها دبلومة او دبلوم او شهادة او درجة علمية خامس حاجة يكون اشتغل بدوام كامل لمدة سنتين من اخر خمس سنين قبل ما اقدم واقدر اثبت قدرتي على ان انا الاقي وظيفة داخل مانيتوبا في المهنة اللي انا بدور عليها وطبعا المهنة دي تكون من المهن اللي فيها مشاكل داخل مانيتوبا كمان في معيار مهم اوي هنلاقيه في كل البلدان تقريبا او كل الشروحات هو ان يكون لدي النية والقدرة الحقيقية على الاستقرار اقتصاديا في منتوبا الكندية كمقيم دائم مع اثبات ذلك جزئيا من خلال خطة التسوية طب بالبلد كده يعني ايه خطة التسوية خطة التسوية دات اللي هي انت هتعمل ايه ونو تعمل ايه عن مباسم لما تسافر مثلا او لما تسافر رحلة طيب والله انا حوزت مثلا الفين دولار هطلع بيهم رحلة فهروح اعطف كذا وهعمل كذا وهشتغل كذا طيب معاك ما يثبت ان انت معاك الفين دولار اه معايا ما يثبت ان انا معايا الفين دولار اتفضل الاثبات اهو تمام وتفضل اللي انا قلته ده هيبقى مكتوب اتفضل دي اسماء خطة التسوية ده كده يعني اغتصارا كمان هو بيطلب منك ان انت تكون على الاقل معاك كلاب خمسة في اللغة المعتمدة اللغة المعتمدة بتبقى انجليزي او فرنساوي طيب لو قلنا انجليزي في عندي ميزة جبارة دخلت لكندا الفترة اللي فاتت ديها وهي ان كندا اعتمدت اختبار بي تي اي ما بقيتش بتعتمد على اختبار ايلتس فقط فبالتالي دي ميزة من ضمن الميزات اللي صدقني هتفرق معاك جدا طيب في حاجة تانية لغير الدول في الاجاباتي لا هتلاقي في الصفحة ديها في الدرجات بتاعت كل لغة وبتاعة العمر هسبها لك تبص عليها عشان ما ضيعش وقتك بس خلينا اقول لك مثلا العمر لو انت عندك من 21 ل 45 سنة هتبقى 10 نقط طيب لو انت عندك 46 سنة هتاخد 8 نقط انت تقدر تسافر على فكرة لو انت عندك 46 ولو انت عندك 49 سنة بس اهم حاجة تبقى مغطي 60 نقطة من الحاجات التانية التعليم هتلاقي كمان سنوات الخبرة هتلاقي كمان القدرة على التكيف والاتصال بمانيتوبا والحاجات دي كلها هتلاقيها في الصفحة دي تمام يا صديقي طيب احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن الاليجابيلاتي بتاعت مانيتوبا تعالى بقى نتكلم عن التقديم انا فتحت لك الصفحة بتاعت الاليجابيلاتي وهتلاقييني يسيبلك طبعا الصفحة بتاعت الاليجابيلاتي في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو التقديم هو عمله لك في خمس مراحل وكمان في ميزة حلو اوي قال لك انت في غضون 180 يوم من تقديمك هتبقى قدرت يكون معاك اقامة دائمة ركز عشان الكلمة دي حلم بالنسبة لناس كتير اول حاجة في التقديم هتعمل تعبير عن الاهتمام تاني حاجة هتبعت الطلب بتاعتك تالت حاجة الطلب هيتراجع رابع حاجة هيتم ترشيح المتقدمين الناجحين من المقاطعة نفسها خامس حاجة هتكون قدمت على الاقامة دائمة ده كده اختصارا لللي احنا هنعمله طيب يا عم باسم اقدم تعبير عن الاهتمام ازاي صلي على الحبيب يا سيدي هتدوس هنا عن مستخدم جديد هيدي لك الصفحة ديات وهيطلب منك انك تحط له اسم المستخدم بريد إلكتروني كلمة السر وتكرر كلمة السر وتختار سؤال امان وبعدين تحط له الاجابة وبعدين تحط له هنا رقم ده او الاسم ده وتقول له انشاء تسجيل دخول بمجرد ما عملت الكلام ده هتخش تبدأ تحط بيانات حضرتك طيب هحتاج منك انك تجيب معاك الباسبور ونبدأ نملة منه البيانات بالضبط عشان ما يحصلناش اي مشكلة في البيانات بتاعي تمام احنا بعد اما عملنا ومالينا بدأ يقولني ايه الخدمات اللي تقدر الحكومة تقدمها لك انا ترجمتلك من هنا للعربي عشان الدنيا تبقى معاك سهلة او الخدمة الوصول لمنتوبة برنامج ترشيح مقاطعة منتوبة بواب الترخيص او الشركات على الانترنت او 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 تعال نقول له هنا برنامج ترشيح مقاطعة منتوبة بدأ يصنفني ويدخلني على الجزئية ديت هو هنا بيقول لي انت ايه من دول ثانية واحدة اترجم لك انت طالب وظيفة ولا انت ممسل انا هقول له هنا انا طالب وظيفة وهقول له التالي بدأ يطلب مني الاسم بتاعي واسم العيلة احط له اسمي واسم العيلة من هنا بقى هيبدأ يطلب مني البيانات بتاعتي هتبدأ من هنا تحط له البيانات المطلوبة منك بالزبط وبعدين تقول له التالي اوكي هيبدأ بقى يسألك شوية اسئلة كده لازم تجاوب له عليها كلها هنا بيقول لك انت عندك نية للاستقرار فمنتوبة هقول له ييس خليبه لو كنت بتجاوب لازم تقلب انجليش تاني يعني ترجم عربي وبعدين اقلب انجليش تاني عشان تجاوب صح هنختار له العمال المهرة اللي هي بيقول لك انت متزوج او في علاقة قانونية مشتركة مع مواطن كندي او مقيم دائم هقول له لا بيقول لك انت عندك طلب معلق هقول له لا بيقول لك هل تم رفضك قبل كده هقول له برضو لا هنا بيقول لك انت جنسيتك ايه هتخش بقى تحط له جنسيتك هختار لومص هنا بيكلمك بيقول لك ايه وظيفتك هتحط له الوظيفة بتاعتك بس حاول تجيبها له من الجدول هنا بقى هنبدأ نخش على الجزء اللي محتاج منك تركيز شوية هبدأ اجيب له ايه وظيفة من الجدول ده واحطها له الوظيفة بتاعتك طبعا وبعدين هقول له فذري تعالى مثلا نملأ مع بعض الوظيفة تعالى نختار مهنة هو طالب مني النوك بتاعت الوظيفة تمام اوكي كده النوك مشي معاهم تعالى برضو نقول له قول لي عربي بيقول لك انت اخر سنتين عملت فيهم اختبار لغة هتقول له ييس هيقول لك انت عملت اي اختبار في دول ومديلك كل الاختبارات البيتي هي دخله معنا فبقى موجود فاحنا ممكن نقول له البيتي هي تعالى هنا نقول له بيديلك اللغة او الاختبار انت جبت فيه نتيجة كام من كام لكام تعالى طيب نقول له عشان نقول له احنا جبنا هنا مثلا خمسة 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 تمام ونقول له ناكست بدأ بايدخلني في الجزء التاني الاهم تعالى نعد نعمل اللغة مع بعض اسم العائلة اللي هو اسم عائلتك وبعدين الاسم المعطى اللي هو اسم حضرتك وبعدين تاريخ الميلاد والبريد الالكتروني لازم يكون بريد يعني حضرتك بتفتحه عشان خاطر تبدأ تشوف اللي فيه وبعدين هنا بيخش على الحالة الاجتماعية هتختار له انت مطلق انت قانون العام انت لما يتزاوج قط انت ايه بالزبط وتحط له البيانات انت اللوع ذكر ولا انسة وبعدين رقم جواز الصفر وبعدين تاريخ الانتهاء وبعدين هننزل تحت على بلد المواطنة اللي هي بلد حضرتك وعدد افراد العائلة اللي هيرافقوك لمنتوبة اللغة المستخدمة في التواصل معاك حراج عيز انجليزي ولا فرنساوي وبعدين نقول له حفظ احنا كده عملنا الملف بتاعنا او بدأنا نتكلم في الملف بتاعنا احنا بنقدم ازاي وبنقدم ورق ايه بالزبط بقية الاوراق اللي هتبدأ تقدمها بقى ايه هتلاقي شهدات اللغة هتلاقي شهد تخرج هتلاقي كل الاوراق بتاعتك بصوا هنا بيقولك ايه اللي هيطلب منك بالزبط ده جدول بيقولك بيطلب منك المعلومات الشخصية وبعدين معلومات اكتر وبعدين نماذج ومستندات ادي اول حاجة احنا كده يعني قلنا في الاول المعلومات الشخصية وبعدين قلنا المعلومات الاكتر وبعدين قلنا النماذج والمستندات او نزلنا له رفعنا له النماذج والمستندات بتبقى بصيبة بي دي اف قالك سيطلب منك كتابة المعلومات في الحقول المخصصة الزامية جنبها نجمة وبعد اما تخلص كل ده هتبدأ ترفع للمستندات بتاعتك بيقولك هنا لو فتح اي ادام الادوات دي وكن لمدة 15 دقيقة ناشط الاداة بتخرجك تلقائيا ناشط وما بتحطش ببيانات يعني الاداة بتخرجك منها تلقائيا ده عشان خاطر محدش يسرق بياناتك فبالتالي بتبدأ الاداة من نفسها تخرجك فوانت بتسجل خلي بالك تكون حاجتك كلها جاهزة طيب تعال بقى نتكلم شوية احنا كده ورناك ازاي تسجل وازاي تقدم وازاي تمنى الاستمارة احنا كده تقريبا خلصنا الشرح تعال بقى نتكلم شوية عن آلية التقديم او ازاي هقدم احنا دخلنا قرينا البرنامج وشوفنا المتطلبات المطلوبة ولقينا ان احنا حمد الله من الناس اللي ممكن تقدم وان شاء الله ربنا يكرمنا ونتقبل نعمل ايه بقى هجهز اوراق الاول هرفعها كلها بي دي اف لو عندي حاجة مش موجودة هصورها وخليها كلها ملف في بي دي اف وابدأ اقدمها الباسبور بقى شهادة اللغة الشهادات بتاعتي شهادات تخرج عندي شهادات خبرة اي حاجة طبعا ده كله لازم حركة تكون مترجمه للغة الانجليزية طيب وانس انا عملت الحاجات دي كلها وجهزتها ورفعتها بي دي اف هبدأ اخش املى الابليكيشن بتاعي هيكون مع حضرتك الباسبور بتاعت ويكون معاك او مجهز معاك النوكس بتاعت الوظيفة بتاعتك النوكس هجيبها من اين اليمين دي اللي هي الموز بيتحرك عليها اللي على الشمال سوري هي ديت النوكس تبدأ تشوف الوظيفة بتاعتك اسمها ايه والنوكس بتاعتها كام هتخده النوكس ده كده كوبي وتحطه في مكان الوظيفة بتاعتك وبعد اما تخلص وتكون مجهز كله اوراقك بي دي اف تبدأ تخش تفتح الملف الاخير اللي هو ده وتبدأ تقدم وتعمل الاستمارة بتاعتك انت لو عملت كده صدقني ربنا هيكرمك وان شاء الله هتقدم صح ركز في كل خطوة انت بتعملها وكل كلمة انت بتقولها نصيحة اخيرة قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا ما تقدمش وانت مخلي اللغة بتاعتك عربي ممكن تترجم لعربي تقرأ السؤال وبعدين ترجع تاني تقلبه انجليش وتقدم عشان خاطر الاختيارات بتختلف ما بين ييس ونو ممكن يكون حاجة انت اصدق تقول عليها نو وهي وتختار ييس غلط او العكس فعشان كده حاول تقدم باللغة الانجليزية طبعا احنا وغاية هنا خلصنا شرحة بتاع الفيديو يا رب نكون قدرنا نوفي ونكفي ونشرح بطريقة صحيحة شكرا لكل واحد تابعنا شكرا لكم جدا استنونا في فرصة تانية ومكان مميز سلام عليكم ورحمة الله وبركاته